من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي ليويد أوستن أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بحسب رغبة الحكومة العراقية لافتن الانتباه إلى أن واشنطن ملتزمة بالقضاء على داعش وهذا هدفها الوحيد من بقاء قواتها في البلاد القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية ومرتزمون بالقضاء على تنظيم داعش وهذا هو هدفنا الوحيد لبقائنا في العراق سنستمر بتوفير الدعم للحكومة العراقية والتحالف الدولي عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على تنظيم داعش